ينجذب الأطفال إلى التلفاز بسبب الألوان والصور المتحركة والأصوات العالية وتستغل بعض الأمهات هذه الحيلة من أجل القيام بأعمالها المنزلية لكن مؤخرا تعالت التحذيرات من الأثر السلبي للتلفاز على الأطفال فما هي آخر الإحصائيات والدراسات في هذا الشأن وكيف يمكن للأم تنظيم مشاهدة أبنائها للتلفاز الإجابة في التقرير التالي ألوان جذابة وصور متحركة أصوات مرتفعة وصاخبة عالم يغيب فيه أطفالنا أو نغيبهم فيه لبعض الوقت حتى يتسنى لنا الاهتمام بمهمات أخرى فخير جليس للأطفال في هذا الزمان هو التلفاز لكن هل حقا هو جليس صالح لأطفالنا؟ استطلاع ألماني حديث يشير إلى أن 78% من الأطفال يقضون وقتهم أمام التلفاز وأن 17% منهم يشاهدون هذه الأعمال على الأجهزة اللوحية ويحذر الأخصائيون النفسيون والأطباء من أن وضع الأطفال أمام الشاشات الملونة قبل عمر السنة قد يسبب تأخر الكلام والبكاء بدون سبب ويدفعهم نحو الانطوائية وعدم القدرة على التواصل وعدم الاهتمام بما تقوله الأم أو الرد عليها أو الالتفات إليها كما قد تضر بشكل كبير الأطفال المصابين بطيف التوحد إذ تزيد الأعراض التي تجعل الأطفال أكثر عدوانية ويشير الأطباء إلى أهمية تحديد وقت معين يوميا لمشاهدة التلفاز بحيث لا تزيد عن ساعتين في اليوم مقسمة على 20 دقيقة كل مرة مع تجنيب الأطفال دون السن الرابعة من مشاهدة التلفاز تماما كما يشدد الأطباء على ضرورة مراقبة المحتوى الذي يشاهده الأطفال قبل عرضه عليهم وتجنيب تركهم أمام برامج تعرض مشاهد عنيفة قد تؤثر فيما بعد على سلوكهم مع الآخرين وعلى الرغم من أن التلفاز في عصرنا الحالي يبدو الوسيلة الأسهلة لإلهاء الأطفال إلى أن له من السلبيات ما سيعقد الحياة كثيرا فيما بعد فالأجداب الأهالي تخصيص ولو وقت قصير للتفكير في وسائل إلهاء أكثر فائدة تنمي عندهم روح الإبداع